رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وزعيم حزب استقلال المملكة نايجيل فراج سيتواجهان هذه الليلة في برنامج لشبكة ATV الموضوع الرئيسي هو الاستفتاء حول خروج بلادهما من الاتحاد الأوروبي كاميرون حذر من المعلومات الخاطئة التي ينشرها المعذكر الداعم للخروج ويقول لا يجب أن تقودنا للجنون فنبدأ بارتكاب أخطاء واقعية حول ما نواجهه لذا ليس علي القول لماذا ارتكبوا هذه الأخطاء لكن علي أن أعلن وأقول إنها لحظة هامة في الحملة لا تتخذ هذا الخيار على أساس معلومات خاطئة الهجرة والاقتصاد هما الورقتان اللتان يستخدمهما نايجيل فراج لإنجاح حملته وخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي لكن يبدو أن البريطانيين يميلون للبقاء داخله بنسبة 72% كما تشير استطلاعات الرأي أما المهلة الأخيرة لتسجيل أسمائهم للمشاركة في هذا الاستحقاق هي منتصف هذا الليل ترجمة نانسي قنقر